شباب 3 عدادي بنكمل حل أسئلة الهومورك exercise 1 في الجيومتري number 12 وركز معي عشان الكام مسألة الجايين حلوين في number 12 بيقولي ايه؟ بيقولي BAC equals 90 degrees AD perpendicular to BC AB 6 cm AC 8 cm يبقى قبل ما نكمل اي حاجة تعالى نجيب الBC طبعا طالما angle A ب90 يبقى الBC ده hypotenus ويبقى نجيبه من pysegris يعني 6 power 2 plus 8 power 2 بالكالكليتر هتطلع معك بكام ب10 cm يبقى من أول الB لحد الC ديت ب10 cm تعالى نشوف هو طالب ايه كده؟ هو طالب 10 B A D هو طالب تان الانجل ديت يبقى انا محتاج اشتغل على الترانجل الصغير يبقى انا محتاج اول حاجة اجيبها عشان اعرف اجيب اي حاجة محتاج اجيب السايتس الصغير طب هي ايه ديت تيجي من اين؟ ايه ديت تيجي من اوكليت؟ لان احنا في تاني عدد يقولنا لما يبقى فيه perpendicular نازل على الhypotenus نقدر نجيب السايتس اللي جوه من اوكليت طب ايه دي؟ ايه القانون بتاعه؟ قانون البربنديكولر او الهيط او العمود دوت ده عبارة عن الرايت سايد الاولاني multiply الرايت سايد التاني over الhypotenus A B multiply A C over B C فهنقول 6 multiply 8 over 10 يعني بالكالكليتر اعملها على مهلك هتطلع 4.8 سنتيمتر اهو 4.8 سنتيمتر طيب محتاج اجيب البي دي ممكن نجيب البي دي من بايساجرس وممكن من اوكليت بايساجرس بنسبة لكم اسهل فانا هقوله كده intriangle A B D اللي هو الصغير اللي عليمين انا عايز اجيب البي دي اللي هو السايد فاروح عامل الhypotens اللي هو 6 power 2 minus السايد اللي انا جبته اللي هو 4.8 power 2 تعال كده نشوفها هتطلع بكام 6 power 2 minus 4.8 power 2 القصة كلها بتتحل بايساجرس واوكليت طلع بكام هيطلع 3.6 سنتيمتر طيب نركز مع بعض اذا كانت الجزء ده ب3.6 يبقى السي دي بكام السي دي الباقي السي دي 10 minus 3.6 هتطلع بكام هتطلع ب6.4 سنتيمتر وحط اللي انت جبته على الرسم تعال بقى نشوف هو آيل ايه اول طلب عايز تان انجل بي ايه دي طب ازاي جيب التان محتاج البي اي دي اللي هي الانجل دي تبقى جوه رايت انجل تريانجل ومحتاج اشوف الابزت بتاعها بكام اللي في وشها اللي هو البي دي لانهو ده الابزت ليها اوفر اللي جنبها اللي هو مين ال اي دي البي دي بكام ب3.6 طب والاي دي بكام ب4.8 اعمل لها simplify او 3.6 over 4.8 equals هتطلع بكام ب3 over 4 ده كده الطلب الاولين طيب تعال نشوف الطلب التاني الطلب التاني عايزين قالك احسب لي كوسين دي اي سي بلاس كوسين دي اي بي حلو طب الكوسين عبارة عن ايه adjacent over hypotenus تعال كده نغير اللون نجيب الاخضر مثلا فين ال دي اي سي ال دي اي سي اللي هي دي طيب عايز اجيب الادجيسنت اللي جنبها اللي هو ال اي دي over ال hypotenus اللي هو اللي اللي هو مين اي سي طبعا وانا باشتغل لازم ادور على طيب اما الفين دي اي بي تعال اعملها بالاسود كده اللي هي الانجل دي حلو طب انت عايز يعني عايز الادجيسنت ايه اللي هو مين اللي جنبها ال اي دي طب ومين ال اي بي بس خلاص اعمل فديت بقت اللي هو ال اي دي ال اي سي بكام بسيكس بوينت فور بلس ال اي دي بكام ال اي دي فور بوينت ات يا مست حلو وال اي بي عسل ال اي بي هيطلع بكام ال اي بي هيطلع بسيكس خلي بالك بس احنا غلطنا غلطة صغيرة كده ها ال اي سي كانت بكام بيت تمام تعال نعملها بالكالكليتر فور بوينت ايت اوبر ايت بلس فور بوينت ايت اوبر سيكس خليك الكالكليتر تعملها سيمبليفاي هتطلحها سيفن اوبر فايف يبقى انا نصحتي ليك في المسألة دي بص كده انا همسح كل انها عملته تاني نصحتي ليك لما اجيلك مسألة زي كده رقم واحد هات السايد سلى نقصة سواء ببيساجورس او باكليت تمام بايساجورس لو انا عايز اعمل سايد القوليني سكوير بلس طيب لو انا عايز سايد بعمل سايد تحت طيب تحت سايد بعمل بعد كده شوف اللي هو طالبه وكل أنجل يطلبها لازم تدور عليها جور راية أنجل تريانجل بتاعها ما تدورش عليها كده وخلاص شوفها فين المثلث بتاعها هو ده اللي تدور على الأوبيزيت والأدجيسنت والهايبوتنس فيه